كم الهائل من البلاغات ومن التحيات محتاجين لا بد هناك دعم طبع كبير لا لا ده احنا محتاجين اكتر من كده عايزين وزارة لملاحقة الفساد وزارة وخباك اه تضم تحت تبعياتها الاموال العامة والرقابة الادارية بمعنى جميع الجهات المحببية ايه رأيك ست المستشار في الموضوع ده شوف انا رأي طبعا الكلام عن وزارة ده بيقدي بينا لانها نخلط السلطة التنفيذية هي اللي ترأي الفساد وهي الناس اللي موجودين فيها الغاية دلوقتي عدد كبير جدا منهم مشارك في هذا الفساد باسلوب او اخر احنا مفروض نعمل يعني شقين شق منهم ان احنا نحاكم ونحاسب المسؤولين عن الفساد في الفترة الماضية لكن اهم من ده انه في الفترة القادمة فيما يتعلق بوضع دستور جديد شامل او تعديل الدستور الحالي ليكون جديدا لازالة عيوبه لابد ان نزيل الاسباب التي سمحت ومكنت من حدوث الفساد الفساد ابن طبيعي للاستبداد وبرضو مع كتر الحالة بتاع الفساد القديمة دي من الافضل ان النايب العمومي اللي موجود دلوقتي اللي عليه ضغط شديد في هذه العملية ان هو يخصص نيابة برئاسة يعني احد مساعدي لا تعمل اي شيء مع قوة كبيرة من وكلاء النيابة الا في متابعة ومراجعة وتحقيق في قضايا الفساد وتقدمها للمحاكم المختصة كلام مهم جدا واعتقد ان دي كلها مقترحات وجيهة هتبقى محل نظر من المجلس الاعلى القوات المسلحة ومن كل جهات الدولة